يسأل يقول هل يجوز التفاوض مع صاحب الأضحية أخوي أبو إبراهيم بارك الله فيك بالنسبة للتفاوض مع صاحب الأضحية يكون على حسب الحال فإن كان صاحب الغنم قد ضرب سعرا عاليا جدا بحيث أنه مبالغ فيه كما ذكرت مثل ما مثلت له قبل قليل مبالغ فيه بحيث أنه يأخذ أضعاف مضاعفة فيجوز للمضحي أن يفاوضه وأن يكاسره وأن يطرب منه التخفيض ما في بأس مثل هذه الحالة أما إذا كان السعر مناسب لهذه الأضحية السمينة الطيبة فما في حاجة إلى أن يفاوض صاحب الغنم وإنما يشتريها لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستسمنون الأضاحي ويبذلون فيها الأموال فإذا كانت الأضحية هذا سعرها ما يفاوض أما إذا كان سعرها يعني مبالغ فيه فيجوز له أن يدخل في مفاوضة معه ولا حرج